موسيقى 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 الدراما بتتكلم عن الناس العادية اللي بيتقال عليهم بيصوموا بيصوموا وبيفتروا على باصلة يعني بيعملوا مجهود فوق طاقتهم بس في الاخر بلح فالبطلة هتكون كاتبة متخفية عندها 40 سنة كافحت في حياتها جدا بس الغاية دلوقتي مغمورة يعني اي حد معدي جنبها ممكن يكون معروف اكتر منها اما البطل فعنده 27 سنة فاتح شركة خدمات وعنده نظرة مستقبلية شأن وانه في نهاية المطاف هيغرق في الواحد فهل الاتنين هيلاقوا حل المشاكلهم ولا هيفضلوا كده تيهين طول حياتهم موسيقى 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 هكي بس اعتذل عشان اتصاب فهتطر يشتغل بعدها في مدرسة بتاعت اغنى وأرقا عائلات في المجتمع الكوري فهتفتح في واشه بقى مش خير لا ما صورت نفاق وفسد وكذب من المدرسين والطلبة والامهات إلا عندهم أسرار مخفية وحاجات بتحصل كده من تحت لتحت فهل الفضول هياخده ويحاول يكشف إلا حصل ولا يكد ويهرب من المكان أكرم له قتل خلايا في البطلة من المشاعر المختلطة هيحاولوا يتعاونوا مع بعض عشان يصلحوا نفسية البطلة المنهكة خاصة إن خلاياة الحب عندها فخيبوه بقى وعايزين يصحوها فهتجي لهم الفرصة أول لما البطلة تقابل مطور ألعاب بيعادي من تقزم عاطفي يعني أنيل فعقدوا على عقدها قصدي خلايا على خلاياها هتخليهم يقربوا البعض فهل هيبقى فيه آمل إنهم يعيشوا حياة طبيعية سعيدة وخلايا الحب تنشط ولا بقيت الخلايا اللي بيتعاونوا مع بعض هيبقوا على الخيبة والويبة البطل من كتر حياته البقسة وإنه اضطرد من شغله قرر يشترك في لعبة نجاح واللي هيكسب هياخد ملايين ويعيش باشا بس المهم إنه يعيش لإنه بعض ما أقحم نفسه في اللعبة عرف إن الخسارة دي هتكلفوا حياته فانتوا لو ما كانوا هتكملوا ولا هتكملوا أصل كده كده مفيش اختيار عشان اللعبة دي مش هتسبكوا تخرجوا إلا وإنتوا جوثث فيا ترى هتبقى وصيدكم إيه البطل يعتبر أجمد وأكفأ عميل في المخابرات الكورية بغض النظر عن مهاراته اللي ما حصلتش هو لبس موقف حط فيه المخابرات في أزمة وأن مختفي وبعد سنة رجع عشان يكشف الخونة اللي وقعوا في الحوار ده من الأول فيا ترى هيسحلهم إزاي مدعية عامة بعد كل الفساد اللي مالت بالبلد فقدت ذاكرتها هب هتتبدل حياتها مرة واحدة بواحدة شبيهة ليها ومرتبطة بواحد ابن عائلة غنية جدا وفي نفس الوقت ابن العائلة دي لسه ما تخطاش حب الأولاني ما عرفش بقى حب الأولاني دي هيكون البطلة ولا غيرها بس شكلهم كده هيلبسوا في بعض فعل يا ترى لو برجعت لها ذاكرتها ضمرها هيقنبها ولا هتقول ده ماضي ومات أعيش مرفهة وانسى كل اللي فات وبلاش نتكلم في الماضي الماضي ده كان كل جراح البطل ابن عائلة ماسكة سلسلة مطاعم مشهورة عالمياً ذكاءه في التعليم مهنج لكن في ازاي يعمل فلوس عالمي والبطلة تعتبر الإبنة الوحيدة العائلة غنية وراقية في كوريا بتتكلم كذا لغة وشخصيتها باشوشة الاتنين هيحبوا بعض من غير ما يعرفوا حاجة عن خلفية وأصل التاني وكأنهم ناس عادية لا أغنية ولا ذنفوز ولا عندهم عيلة أصلاً فالصدمة بقى لما يكتشفوا حقيقة بعض فهل هيعتبروا إن إخفاء الهوية ده في حد ذاته خداع ولا عائلتها ممكن يكونوا أعداء أصلاً وعملين يلطشوا في بعض الدراما بتدور أحداثها في التسعينات عن محقق فقد مراته من عشر سنين خلال هجوم إرهابي وبعد ما مسك قضية معينة الحس السبع عنده خليته يشك إن الموضوع ده متعلق بالإرهابيين اللي قتلوا مراته فدلوقتي بيدبر لهم الفخ التمام ومش هيبقى وراء حاجة غير الانتقام يلا ربنا معاه دراما مكتبية بتحكي عن بنتي مش ملاحقة على التحديات سواء في الشغل أو في الحب يعني هتقع في سرعة ما بين تجيب وراء وترجع لحبها الأولاني ولا تجدد وترتبط بزمين لها أما قصص جديدة بصحيحة البطل أرمل وعنده ثلاث أطفال صعب عليه إنه يهتم بيهم وفي نفس الوقت مش قادر يتخطى موت مراته الغالية بس هيتخطاه عادي لما يجيب مدرسة أمر لولاده تعيش معاهم وترعيهم فهيبتدي ينجذب ليها ودايما يفضل الوفاء للكلاب أما عن أسامي بانزي الجميل مريم أحمد هاجر مصطفى حسين عمران نورهان عسمة عطر الشام منا أسامة رماس روايدة شاذة ملك عاطف وملك حمدي أما عن الرسائل فراف بتقول لشاد كل سنة وانت طيبة يا جميلة وعقبال سنين كتيرة قوي فخير وسعادة أنا بحبك قوي 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 يا عشرة عمري يا أغلى صاحبة عندي وأكون باسم أكسو أكسو بتقول ينفع تدعولي إن ربنا يفتحها في وشي وجاسم محمد بيقول ينفع يا جماعة تدعو الأختي إنها تنجح بالامتحانات ومحمد صابر بيقول ينفع تدعولي أخرص من الثانوية وادخل كلية صيدلة ومنا أسامة بتقول ينفع تدعولي إن ربنا يهدي لحالي ويسعد قلبي ويوفقني في اللي بتمنى ولكم بالمث وعطر الشام بتقولكو ينفع تدعولي لإني بمر بوقت صعب وكانت معكم لبنا ماجد ودينا عوضة من قناة كوريا أنيو